اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملكة الحسين للأعمال مساء الخير متابعي تقس العرب وإليكم الآن النشرة الرئيسية اليوم الاثنين نسابت أجواء لطيفة نوعا ما في عموم مناطق المملكة وارتفعت درجات الحرارة قليلا تصبح حول معدلاتها السنوية مثل هذا الوقت من العام ولكن في هاي الأثناء في ساعات الليل درجات الحرارة متبنية وطبعا الأجواء بردة بالبداية خلينا نستعرض معاكم صورة الأقمار الصناعية الملتقطة لهذا اليوم مثل ما منلاحظ طبعا خلو سماء المملكة لهذا اليوم من الغيوم نستعرض وإياكم الآن خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء يوم الاثنين طبعا سادت هناك أجواء لطيفة وكانت أقرب إلى ربيعية يوم الاثنين وطبعا هناك استفاع إضافي على درجات الحرارة يوم الثلاثاء تصبح الأجواء ربيعية لطيفة في درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية مثل هذا الوقت من العام ولكن يوم الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة بسبب اندفاع كتلة هوائية باردة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة بإذن الله في العاصمة عمان 9 درجات مئوية معه يوم متفرقة والملموسة 9 نسبة الرطوبة عالية 82% وسرعة الرياح 9 كم في الساعة نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة للثلاث أيام القادمة بإذن الله يوم الثلاثاء غيوم متفرقة مع درجات حرارة 18 نهارا 7 درجات مئوية ليلا الأربعاء 15 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئية وبالليل تنزل 8 درجات مئوية يوم الخميس إن شاء الله 15 درجة مئوية مع أجواء غائمة جزئية أما بالليل غيوم متفرقة متوقعة و7 درجات مئوية بإذن الله هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة إلى اللقاء المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مجمع الملك الحسين للأعمال